اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله تبارك الرحمن الوجوه النير والترحيب الجميل من الاخوة هنا سيربطنا معكم ربطا شديدا فحديثنا اليوم أيها الاخوة حديث عظيم النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى خاتم النبيين الله سبحانه وتعالى يقول دابي الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا كان رسول الله وخاتم النبيين وهذا اندرنا فإنما يدل على مكرومة من الله لنبيه ولأمته شكرا لنبيه صلى الله عليه وسلم until that he said that this is the first time that he has a few opportunity to visit the masjid here and on his first visit mainstream after seeing these beautiful faces in front of him these illuminated faces he said that I am sure that Insha Allah this will be something that will connect his long term Insha Allah he said as for our subject today then our subject today is إلي بكم موسكو الموسكو هذا التوخير السيد hiện didn't a father of any of you except that he is the Messenger of Allah and the Seal of the Prophet. And this alludes to the fact that the Prophet SAW is honored by AllahMa'ala and Allah is saying that about him. And also this égal gives honor to the pers pixels. The pers Excel algum the verse is also as a result of being المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة ورآه قد احمر وجهه ومات وبان الغضب عليه وعمر لم ينتبه لذلك فقال أبوك الصديق رضي الله عنه ثكلتك أمك يا ابن الخطاب أما ترى ما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ما جاء الغضب إلا من شيء أنت فعلته يا عمر الخطاب فعمر الخطاب انتبه ونظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا غسول صلى الله عليه وسلم غضب فاستدرك فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهدأ غضب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم So the shaykh went on to mention he said there is a great hadith which goes to show the imperative of this ummah above all of the other ummah and that is the hadith of Umar al-Khattaw Umar had with him some pages from the Torah and he entered upon the Prophet صلى الله عليه وسلم and the Prophet صلى الله عليه وسلم and the Prophet صلى الله عليه وسلم and the Prophet صلى الله عليه وسلم so when he saw him and he had something in his hand he asked him after of course Umar when he came he said salam and the Prophet صلى الله عليه وسلم so the shaykh is making some summarizations and he said that the Prophet صلى الله عليه وسلم asked me what is in your hand so I said these are some pages from the Torah so the Prophet صلى الله عليه وسلم became quiet and then Saint Abu Bakr noticed that the Prophet صلى الله عليه وسلم was read so as a result of that Sayyidina Umar صلى الله عليه وسلم when he realized that the Prophet صلى الله عليه وسلم has become angry he decided to do something quickly to remedy that so he said this very impressive jummla he said رضيه صلى الله عليه وسلم I am pleased with Allah as my Lord and Islam as my religion and the Prophet صلى الله عليه وسلم and the Prophet صلى الله عليه وسلم and my Rasul and he said that three times وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ بُعِثَ فِيكُمْ مُوسَى وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ يعني أنا موجود بينكم فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي 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 لَضَلَلْتُمْ أوه كلام صعب قوي موسى نبي والرسول نبي لكن لا والذي نفسي بيده لو بُعِثَ فِيكُم مُوسَى وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ لو كان موسى بينكم حياً ما وسعه إلا أن يتبعني يعني موسى ليس له خياراً يقول أنا صاحب التوراة وأنا نبي أنا ليس من الضروري أن أتبعك يا محمد الرسول يقول لا موسى لو بُعِثَ وأنا موجود ليس له حق اختيار إلا أن يتبعني شيء عجيب ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم والله حظ حظ هذا حظ فوق الممتاز حظ رائع أن الله يجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون هذا هو رسولك ونبيك خاتم الأنبياء والمسؤلين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا حظ عظيم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم He said by allah if Musa by allah and swore by allah in whose hand is his soul he said if Musa was amongst you and you followed him and you left me you would've gone astray if Musa was amongst you and you followed him and you left me فهي تكون قدرًا ثم قال موسعب لم يكن لديه إذا كان لديه إذا كان لديه إذا كان لديه 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 ثم قال فإنه يُّرُّ لط من ممانسه فإنه يُّرُّ لط وإنه يُّرُّ لط so the shaykh said when it comes to our lot in terms of having the prophet Muhammad as our Nabi then that's above excellence there isn't anything above that because he's the greatest of all of the prophets الله سبحانه وتعالى عندما يمدح أي أحد ويُّبشره فإنك ترى ذلك في القرآن بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع هديه الله سبحانه وتعالى يقول طبعا هذه بعض الآيات قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول وما على الرسول إلا البلاء المبين الرسول لا يتحكم بأحد ما عندهم سيطرة بأحد لكن انتبه يا مصر تريد الهدى اتبه يا رسول صلى الله عليه وسلم كذلك كذلك تريد الرحمة تريد أن الله يرحمك كلنا يريد أن الله يرحمنا ليس كذلك اسمع لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون بعض واحد يستطيعون يقول مثل محمد صلى الله عليه وسلم اليوم نكبات ومصائب على المسلمين نقول هذا لأن غالب المسلمين بعيدين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأن أصلي وأصوم وأوزكي وأحج طيب ما هذا الأمر طليل لكن هل أنت تتبع حدي النبي صلى الله عليه وسلم الواجب بعض الناس يقول السنة هو إن فعلتها أجرت وإن لم تفعلها ليس عليك شيء نقول هذا كلام باطل كلام غير صحيح كيف هذا ليس صحيح كيف هذا ليس صحيح هناك سنة واجبة هي نعم ليست في القرآن ولكن يجب عليك فعلها وإن لم تفعلها أثمت وقد تدخل النار آه كيف هذا الأمر يعني نريد طبق القرآن بس لا ما يمكن ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل محبته لعباده باتباع رسوله صلى الله عليه جاء نفر من المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نحن نحب الله فالآن تمسك أي واحد من المسلمين تقولوا أنت حب الله كيف ما أحب الله كيف ما أحب الله يعني هو يعترض عليك كيف أنت تقول هذا السؤال المفروض ما تسأله يعني هو يحب الله تلقائيين فهؤلاء المنافقين جاءوا يقولون يا رسول الله أننا نحب الله الرسول لم يجمهم سكت ليه يعني ما عنده جواب ما عنده علم الله الذي يعلمه فإنزل الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله يعني بزعمكم وقولكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والأطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين So the shaykh went on to say that when it comes to الله سبحانه وتعالى praising somebody then you find that praising somebody in the Quran and Allah giving him glad tidings then you find that in that Allah سبحانه وتعالى always includes obedience to the Prophet nobody's praise except if he's obedient to the Prophet صلى الله عليه وسلم and that's what he might mean obedience to the Prophet Allah is going to praise him Allah سبحانه وتعالى orders the believers say obey Allah and obey his messenger and if you turn away then you will have the reward for what you do and he will have the reward for what he did and if you follow or obey him then you will be guided and there is nothing upon our messenger except to give this message or proclaim this message to you as clearly as possible and also Allah says and establish the prayer and give the charity and obey the messenger perhaps or by chance Allah سبحانه وتعالى will have mercy on you all these ayats what do they show they show that obedience to the messenger is the way to guidance and success and the love of Allah سبحانه وتعالى but nowadays you find some people who say I only want to follow the Quran what is in the Quran sufficiently for us why do I have to follow the sunnah in fact there are a lot of Muslims nowadays who say that and the reason is because they are far from the religion they are distant from the religion they have little knowledge of the religion we ask ourselves do we actually follow the guidance of the prophet sallallahu alayhi wa sallam and a lot of people think you know is it necessary for me to follow the Prophet is it wajib upon you yes wajib upon you it's a wajib upon you to follow the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam because when it comes to the sunnah the sunnah isn't like a lot of people think that oh if I do it I will get rewarded if I leave it then it's okay for me no that's not correct that's not the correct understanding of the word sunnah sunnah there is sunnah which is wajib it's incumbent mainly if you do it you will get rewarded if you leave it you will have a sin and this sunnah might not necessarily be even mentioned in the Quran so therefore it's incumbent upon you that you follow the message of Allah sallallahu alayhi wa sallam if you leave that sunnah which is wajib it would be a means for you to enter the hellfire so this is why we have to be careful and then if you look at Allah tabarak wa ta'ala Allah tabarak wa ta'ala says in the ayah that if you love me Allah has made loving him the condition for loving him for the Prophet Allah tabarak wa ta'ala says in the Quran or before that the Shaykh mentioned that some of the hypocrites these were people who proclaimed to be Muslims but in their hearts they were disbelievers truly they came to the Prophet they said the message of Allah truly we love you now what can the Prophet say about them he can't say anything about them because he doesn't know they are saying it with their mouth Allah only knows what the truth is so he kept quiet and that Allah tabarak wa ta'ala revealed those verses say if you truly love me and if you truly love Allah then follow the Messenger Allah will love you and forgive you your sins indeed Allah is all forgiving most merciful so what is the yardstick the yardstick if you love Allah is that you follow the Messenger and today there are people who say we are Quranians meaning Quran is only they don't want the Messenger they don't know the Messenger and it happened in Mauritius you can know Mauritius this is a river in the Hindi I did I was reading I was reading through some of the children and the other the other the Shesha that was with me he said to Muhammad there is one of the Quran he said that was not he said not I don't want to talk to him I don't want about it he said he said he said the son of the Quran المسرع على هذا الأخوة اللي كانوا موجودين معنا تقريباً ستة وهؤلاء اثنين يقولوا نحن قرآنيون قلت يا أخوة رجاء النحل يتكلم يعني كان النقاش بيني وبيني خلي قلت فقط فقلت له أنا أول شي هل أنت تعرف اللغة العربية؟ قال له أنا طعيف في اللغة العربية طيب كيف أنت قرآني وما تعرف لغة القرآن؟ هذا كيف أنت قرآني؟ ما يكون هذا أبداً يقول له أنا أتدعيت أنني أعرف ما أراد شيك سبيل ما أعرف شيك سبيل هذا لا؟ صاحب القصص قصص بالبلاغة الإنجليزية فتقول لي هل تعرف اللغة الإنجليزية؟ طيب أنت مستوىك في الإنجليزي عالي جداً وتقول لا والله أنا ضعيف في الإنجليزي فتبحك وتقول هذا الرجل الرجل كتب الحكايات والقصص والمسرحيات شيك سبيل بمستوى عالي في اللغة الإنجليزية حتى الإنجليز بعضهم يمكن ما يعرف بعض الكلمات وكيف أنت تعرف مسرحيات شيك سبيل وأنت ضعيف في الإنجليزي؟ قلت له هذا المنظر وهو يعني الواقع لأن الإنسان الذي يتمسك بكتاب يجب أن نعرف لغته على أقل تقدير قال لا أنا ضعيف بالعرب قلت له نتكلم معك بالإنجليزي قال نعم ممكن تكلم معك بالإنجليزي قلت له أنت تعرف الإنجليزي أقوى من العربي؟ قال نعم ما شاء الله أنت قرآني مفلح قلت له على فرغ ما أنت عليه ما عليه إحنا نريد يعني نأخذك على آخر وأبعد حال قلت له طيب لماذا أنت لا تعترف بالسنة؟ قال له أن في السنة فيها صحيح وهي فيها غريف وموضوع ومنكر يعني هو عنده معلمات طيب علماء الإسلام اجتهدوا وحققوا هذه الروايات ووضعوا قواعد في علم الحديث كما فعلوا في القرآن في علم القراغات قال له أنا فقط أنا قرآن قلت له طيب أنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى يقول وأقيم الصلاة وآت الزكاة أنا موت الفقراء بقل مع موت الفقراء أنا طيب أنا أريد أن تسلي صلاة قرآنية وليست صلاة سلمية لا تسلي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب نحن نسليها ولكن نسلي صلاة القرآن تعلم صلاة القرآن؟ طبعا أنا في قرارة نفسي على أنه كذب لا أنت تسلي قرآن نحن نسليها أقيم الصلاة طيب سلي صلاة القرآن أنا أريد أن تسلي صلاة القرآن هو لما شاف النقاش كده ما عاي شوي يعني أنه أنه هو تورط ورط نفسه فكذب سلي صلاة القرآنية رحمة الله طبعا كبر بعدين وقف بعدين ركع ثم جلس ثم نظر سلم كده ما سيجب؟ ما سيجب؟ ما ستعلم؟ سكلم؟ أهدى أنك أقضح؟ أجب؟ أجب أسعدكم؟ أقول إن لماذا ستعلم؟ لو أنني ستعلم؟ أقول إنه سجد؟ أجب أن يتعلم؟ أما تقول إنه تفضل أجبؤى ستعلم؟ تباك بأسهل إلى الصلاة أنت مجددا تباك بأسهل لأنك تباك بأسهل أنت بحقًا تباك بحقًا أنا أحيان أجدك كحقًا تباك بحقًا لأنه ستباك في الخطة لأنك مجددا لأنك من المعدة لأنك مجددا من قرآن فهذا الأنسان الذي يدعي أنه يطبق القرآن هو كثب إذا لم يتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ونحن نتحدث ونحن نتحدث ونحن نتحدث ونحن نتحدث شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ونحن نتحدث شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكراً للمشاهدة منذ للمشاركة مثل ما يتقر في صحيح ونحن نقرأ بحرية وكتمل ما يبقى ما يكون نتقرأ بحرية وما يكون ما يكون ماذا نطر أبنى وطرق ماذا يتقرأ بحرية ودى العديث وحرية المؤمنة وطرق ماذا يكترونه وطرق ماذا يتقرأ بحران لقد قررات إذاً، اتبعه، أتبعه، وَعَقِينُ الصَّلَاةُ وَعَتَسُكُمُ الله تعالى، وُقِينُ الصَّلَاةُ وَعَتَسُكُمُ and establish the prayer and give the charity So, I said to him, do you believe in this verse? He said, yes, I believe in this verse in the Quran So he said, okay, if do you accept the prayer, he said, yes He said, okay In that case I want you to pray for me the prayer in the Quran The prayer as it is in the Quran is the prayer جهCause بحليس يعمل فهم فهمت فاحعم الان غالباء وفيه فروه تباً إسمح الان منجزه ثم بح PDر فول فلم قام voorك فلم ي challeng38 ثم ف man الأخير فام بين 1 McCall هل حسنا نجزه فاعق العالم يقول أقه سلقيها rearっぱ prim fullness له رب حقًا booth uh Co أقم إذا فقد قلت سيديه فقال هذا قلت سيديه وعندما تنسى ما يتجبه الى صندوق الشيخ قال هذا إذا لك فإذا فإذا فإن حتت في قرآن إذا فإن فإن فإذا فإن الشيخ كانت فإذا فإن مجدين فإن تجريب فإن تجريب العلية فإن الله سبحانه وتعالى سوف أعطيك. بالطبع الثاني لم أحتاج إلى تتكلمه لأن الشيخ قلت بك. و لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليك أنه هذا الكذب خطير على النبي صلى الله عليه وسلم وإثمه عظيم. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سأل خطير. وهذا يعني مبين للأخوة اليوم في من يبعث لكها في الواتساب فيسبوك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بحديث. ولا يقول لك مثلا أي كتاب الذي رواه الحديث بخاري، مسلم، ابن حبان، الترمدي، أبو داوود، ما فيه. ويقول لك انشر تؤجر. ليش عرفك هذا؟ هو حديث ولا غير حديث ولكن موقع تقهر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخطورة. من الخطورة أنك تنقل شيئا على الرسول وليس عن الرسول ولا تعرف بالرواه. من قاله؟ هل تؤجر أم تأثم؟ تأثم؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحي كذلك كما هو صحيح الجرمع الصغير كفى بالمرء كذبا وفي رواية إثما أن يحدث بكل ما سمع. اليوم حتى وكالات الأمراء يكذبون. أخبار رسمية فيها كذب. كيف هذا الناس يبعث لك في سبوك؟ أو بالتويتر أو بالبكساب؟ وأنت على طول تصدق بأن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هناك خطر. لا تفعل هذا. شكرا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسي النبي صلى الله عليه وسلم نفسي which is very, very dangerous for the individual. الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم قال that lying or lying on me is not like lying on anybody else. If you attribute to me something which is a lie, it's not like attributing a lie to somebody else. And then the Prophet said, whoever says or attribute something to me which is not from me then lets me take his place in the hellfire. So it's something which is very, very dangerous. You know, by just simply attributing something to the Prophet which is not from him could land you or afford you a place in the hellfire. Nowadays we see and you know this is practically now applying this. Now we see for example on WhatsApp or on some of these other Twitter or some of these other social media platforms people send you something. They send you something they say, Allah's Messenger said the Prophet ﷺ said they give you no reference and then they say spread this and you get reward for it. How do you know it's from the Prophet? How do you know it's from the Prophet? In fact, probably they didn't even check. They were probably sent it and they just passed it on. Now if you put yourself in that position that you've just spread something that you don't know it's from the Prophet there's a chance there is a chance that it could be a lie and there's a chance it could be true. So you put yourself in such a such a dangerous position just like the Prophet ﷺ said and this again is the principle it is sufficient for a man. The Prophet ﷺ said it is sufficient for a man to be branded a liar by simply spreading everything he hears. And then the Prophet ﷺ said whoever he hears something and then he just spreads it he'll be branded a liar. That's the meaning of those words. Now you might think well okay why would people do that? Nowadays official news it's the line of the country of that particular or that particular part of the world and you'll find that that is a lie and that's something which is spread national level national level maybe even international level complete lies news we know that too well don't we? So if at a national level there are there's news which is being sent out which is complete lies and what about what people are passing on in Whatsapp and Twitter and all of these other platforms so I think one of the things that we take from this is that we have to be very careful we have to be very very careful we put ourselves in a very dangerous position if we spread everything that we hear attribute the Prophet ﷺ without checking الإسلام عانى من القصاصين كذلك الكذابين والمضاعين أنا سأأتيكم لبعض الأحاريخ المكذوبة التي تنسف الإسلام وادعوا هؤلاء الكذابين الوضاعين بأنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لن نكتر حديثين فقط هناك حديث يزعمون يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول الحديث من اعتقد بحجر نفعه يوما ما رجعون إلى كفار قريش إلى أصنام كيف الرسول جاء يحارب هذا الكلام حارب هذا الشر هذا الكفر كيف يقول هذا الرسول هذا الكلام استحيل لكن أنت إذا بعثوا لك رسالة وقال رسول الله ماذا قال رسول الله إذن هو حديث أنا ما أعرف طيب كيف أنت تصدق كلام حتى نسف الإسلام كله هناك حديث كذلك أدهى من هذا يعني على كفر وضلاء كذلك أدهى من هذا يقولون هؤلاء الزنادق الكذابين يقولون يعني أن الرسول يقول كان في الوجود طاووس فخلق الله نفسه من هذا الطاووس هذا نسف كل القرآن والتوراة والإنجيئ كل 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 كتب السماوية هذا الكلام يا أخوة إذا أنت ما تعرف وليس عندك ثقافة في أصل الإسلام وتقول الموجود قال رسول الله يعني بعضنا نقول فك بخك شوية لا تكون غير أبن أبن كلام أنت حتى ما ينصدق كلام مش طبيعي ولا يمكن تصديقه لأنه يصدق مع القرآن ومع السنة ومع الأسلام ككل ما يمكن وسقلكم قصة دخل الإمام أحمد بن محمد يوما ومعه علي بن المديني هذا كلهم محدثين فكان رجل في المسجد هم دخلوا يصلون في المسجد وإذا برجل بعد الصلاة يقوم يجيس على الكرسي ويبدأ يقص على الناس سمونهم القصاصين فقال هذا الرجل يقول وحدثني أحمد بن حمل عن علي بن المديني يعني هم أحمد بن حمل وعلي بن المديني لا يعرفون هذا الرجل أصلاً وبدأ وبدأ يتكلم ويمطلب في الكلام هم كانوا يريدون أن يخرجون ولكن لما قال هذا يكذب عليهم جلسوا حتى يشوفوا إيش قصته هذا الرجل فلما انتهى الرجل ذهبوا إليه فقال تعرفني أنا قال لا أعرف من أنت تعرف هذا الشيخ الثاني قال لا أعرفه فقال الإمام أحمد أنا أحمد بن حبل وهذا علي بن المديني فالغجل الآن إيش تورف فقال لم نحدثك أنا ما حدثتك ولا علي بن المديني حدثك حتى تنظر هذا الكلام إيش قال هذا قال سبحان الله وهل لا يوجد في الدنيا أحمد بن حبل وعلي بن المديني إلا أنتما شوف الكذب والصناعة الكذب إلى أين وصل بهذا غجل حتى يخرج من إيه من الحرج الذي حال هذا معه طبعا شكرا شكرا لذا الشيخ سبحانه لأكتش قال الإسلام لديه هذا مشكلة مع الناس الذين هم 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 what they invented, they destroyed all of islam by some things that they mentioned. And the shaykh said, I'll give you some examples. So he said, some people they attribute to the Prophet such idiocracies that they are in clear opposition to what is in the Quran, opposition to what is in the sunnah, and opposition to what islam means. and then the shaykh gave us example and of course he said these people when they narrate they say Allah's Messenger said or the Prophet said it is not allowed to say the Prophet said because the Prophet didn't say these are lies but this is how they attribute these things to the Prophet so one such narration is that whoever believes in a stone one day the stone will benefit any stone one day that you have a belief in the stone that this stone has some benefit or they can do something one day that stone will benefit now this sort of principle goes against the whole and entire Quran and it goes though against the Sunnah in its entirety because this is exactly what the Quran came to refute if you think about the mushrikeen of Makkah over there they believed in storms Islam came to remove that false belief so now for somebody to attribute this to the Prophet and say the prophet said whoever believes in the storm what did the storm benefit in so clearly in contradiction to what Islam means so that was one example the shaykh gives another example that some of these lies they said that once upon a time there was a peacock house is the name for a peacock there was a peacock and Allah created himself from that peacock this destroys all of the belief in Islam and it contradicts the Islam in its entirety and it contradicts the Sunnah in its entirety and if you were to find people who didn't have a this as any sense and didn't think about it people would believe this and in actual fact you know what the shaykh is telling us here believe it or not people believe these sort of things they are just told Rasulullah said this the people believe so we have to be and you know although we are having a gesture about it but it is something which is very serious and it goes to show how dangerous it is that when you attribute something to the Prophet and then you propagate amongst people and it's not from him she said I'll give you a beautiful story it's a story about about two of the great imams of this of our illustrious class Imam Ahmed ibn Muhammad and Imam Ali ibn al-Madini who both of them Imam Ahmed was a muhaddis and a faqeeh and Ali ibn al-Madini who was known as a great muhaddis and one day they came to a place and they entered the masjid to pray so they prayed and there was a man after the he got up on the member and he started to speak and when he started to speak they wanted to leave but when he began to speak he started to narrate a hadith so he said had doesn't happen in the humble narrated to me and even on the money narrated to him so when he mentioned their names they wanted to leave they sat down they said he is attributing something to us we don't even know him we have never seen him before so the man anyway he began to say what he was saying and then at the end when everybody left they went to him they said to him do you know us he said I never seen you before so Imam Ahmed said I am Ahmed ibn al-Hamad and this is Ali ibn al-Madini and we never ever met you before nor did we ever narrate to you so he said to them do you think that you two are the only Ahmed ibn al-Hamad and Ali ibn al-Madini and they know all this in the world so just to get out of that predicament look what he said what we say today is that there must be a Muslim to follow the truth of these people who are the kethabists and the wadahists and they know the truth of the truth when you hear the truth of the truth when you hear the truth of the truth you think that there must be a Muslim to follow what there is a Muslim question why is it not know that we are the kethabists and the Muslims are for the fact that is the kethabists and the Jewish religion that means that there are a Muslim secrets right there are a Muslim وهل علم البخاري في هذا الكتاب فقط أم هو أكبر من هذا أنا سأعطيك مع البخاري البخاري هذا يحتاج درس كامل لكن سأعطيكم نقاط خفيفة البخاري هذا من عجائب الدنيا في عالم الإسلام الله سبحانه وتعالى يختار من عباده ما يشاء البخاري هذا ولد يتيما أبو مات أمه بعثته وهو صغير لا يتجاوز خمس سنوات خمس سنوات المفروض يعمل أولاد بعثته وحرست عليه أن يجلس عند إسحاق بن راهوي إسحاق بن راهوي هذا كان بالجل هو شيخ البخاري فكان وهو أمره لا يتجاوز السبع سنوات سبحان الله يحفظ ما لا يحفظه بقية الطلب الموجودين وكان لا يكتب ما يسجل شيء هم يسجلون وهو لا يسجل ثم يجلس معهم يسمعهم فيقول أحدهم للآخر ماذا قال الشيخ في هذا الإسناد في هذه الرواية ماذا قال فيقول هو قال كذا وكذا في هنا أنا نسيت أكتب شيء كذا كذا البخاري جالس هو من أصغرهم فيقول هو قال كذا قال هو كذا مرة مرتين عشر مرات هو ويرجعون للشيخ سحاب بن راهوي شيخ يقولون نعم صح أنا قلت كذا كذا فبدأوا الطلبة إيه إيش هذا البخاري البخاري الصغير محمد من إسماعيل اسمه سبحان الله اسمه محمد بن إسماعيل صلى الله عليه وسلم so the shaykh went on to say look nowadays we have to be careful we have to be careful from those people who lie deliberately in the hadith and attribute them to the Prophet صلى الله عليه وسلم then he said you know we should be we should rely upon sauce which ever lie so then he mentioned two great books صحيح إلى إمام البخاري وصحيح إلى إمام المسلمين كانت يسألون المخاري أحسنت منذ الأبوى في حجرة منذ يعرف بخاري ولكن أعلم عن إمام البخاري هو المخاري بخاري؟ أعلم من لتعرف منه إمام البخاري؟ هذه سمعت هناك كل نقيم سيئاً ولكن كانت هناك منه يقول مخاري فهو سمعت إنه أحده هذا هو أعلم منه كل المlyingه الله سبحانه وتعالى cube لذلك أخير من جهده والسلام هو الأولى أنت تعمل لكيه هذا إمام ب stereo إمام بخاري وإلى نهاية الشيخ أثنى هو محمد إسماي ومحمد إسمايه محمد إسمايه إلا أنه من أي offhand وغل يحرطه على مهم الفيديو إنه إذا يكون لديه و lovingه لم يكن لديه أفراه إذا فى ذهبه رحوة وحده محمد ببدًاً مخاري وهدى و يترى و Muyهد ويجب الكباري ويجب ويجب ور Perمي ورمي أتنى وسلم ورمي بأ نماري ورمك إن أمام النهاية يكون عارفا ما إليه دلم بأمور ورمي بأمور ورمي أتنى سبب أتنى سبب ورمي بأمور أتنى سبب وعين دمي أمور إليه أنه مذنعه سبب أماما وذلك إذا كانت الأسحاب لما هو أتنى سبب والخباري لا يسعىJاب إليه comes in the evening sit together and then they would look at what they had written and of course when you are writing sometimes you miss a word and you can't do that in Kadi, so obviously they would compare notes to make sure that they had corrected the mistakes they had made so when they would start to correct their mistakes they would find that those who wrote might have to go back to the one who didn't write to correct إذا كنت أتخبت لهذا ، فأنت أتخبت لهذا ، وكأنه سأتخبت لهذا ، وكأنه يدخل فأنت أتخبت لهذا، فأنت أتخبت لهذا ، وفتح للمشاهده وكانوا يدخل أن هذا جديد هو قد مباشرة الإمام الدخالي جلس ويقفض ولما عرف بقيد التراميذ قوة الحافظة العجيبة عبقرية فأصبحوا مرجعهم إذا نسوا شيئا يرجعون إليه وإصحاف النرهوي يقول إذا نسيتم شيئ لا تأتوني عندكم المحمد بن إسماعيل كبر ضمن محمد إسماعيل بدأ إن شاء الله يكبر في حلقة المحدث المهروس حق نرهوي مع خلال تقريبا عشرين سنة ما شاء الله حفظ أشياء كثيرة عند إصحاف النرهوي وعند غير إصحاف النرهوي يوم من الأيام يقول الإيمان بخاري رحمه الله يقول يوم من الأيام ونحن عند شيخنا إصحاق النرهوي قال لقد كثر من يحبث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإني أرى أن يجبع أحدكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بخاري فوقع ذلك في قلبي يعني حبيت هالشيء وبدأت أكتب الآن ماذا يكتب يقول فأخذت أكتب ثم وضعت شروطا لأجد أو أعرف ما تيقنت أنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه أدنى شك هذا عمل ما هو مصير فبدأ يرتحل في طلب العلم ترك أبو خاري ذهب إلى نايسابور ارتحل من نايسابور إلى مكة إلى المدينة حتى وصل اليمن ثم وفي الطريق وهو راجع طبعا رحلة هذه سنوات رجع ووصل إلى بغداد في ذاك الوقت كان هناك محدثون كثيرون كذلك في بغداد ليس بغداد اليوم وقد شاع بين الناس عن أبغالية حافظة محمد بن إسماعيل بخال هذا رجل عنده حافظة نادرة وعجيبة فقال علماء بغداد من المحدثين هذه فرصة لنا لكي نستبر ذاكرته وصدق حديثه نشوف حديثه فجاوز مئة حديث مئة حديث الحديث أيها الأخوة فيه قطعتان أساسيتان اللي هو الإسنان والمتن الإسناد هو من يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إليه الصحابي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى متن الحديث يعني أساسه وأما السند هذا الذي يسنده هل هو صحيح أم غير صحيح فجاءوا بمئة حديث وجاءوا بعشرة طلاب من الحفظة عندهم وعملوا هذه حديث للطالب الأول حركوا الأسانيد مع المتون هذا الحديث سنده غيرها لخبطوا بينهم عملوا مكس حفظوا هذا الطالب وظلوا أحفظ هكذا حفظ جاءوا الطالب الثاني عقوا عشر أحليث وكذلك بدلوا بين الأسانين أقولوا ما حديث صحيحة لكن ودعوا الإمام البخاني في يوم ما وهو موجود في بغداد قالوا نريد اليوم نرى يعني أنت يقول فاستمع في ذاك اليوم أكثر من عشرة آلاف شخص بس كلهم نفتبهم شو هذا المعجزة العقرية هذه هي يقول فقالوا له نحن نريد أن نعرض عليك بعض الأحاديث ونسمع منك ما تقول فيها قال هات فجاءوا للطالب الأول أخذ يحدثه كلان عن كلان عن كلان كلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام بخاري يقول لا أعرفه هذا أول حديث ما يعرفه طيب هات الحديث ثاني هذا طالب يقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعرفه هذا الطالب قال عشرة حديث والإمام بخاري كل حدي يقول لا أعرفه لا أعرف عشرة حديث ولا لا يعرفه طالب الآخر عشرة حديث يقول لا أعرفه لا مرة الحديث كله لا يعرفهم الناس قالوا قالوا هذا كذاب وخاري هذا كذاب ما عنده شيء أما علماء الحديث الذين يقرأوا استباروا قالوا فهم عرف ها فعش فهم المسيح فهم فهم يقول فهم المسيح في كبه فهم سوء نحن فهم فهم ما مهم وعن and to the point where then he became their reference point when they would correct they would never ask Bukhari so they would go to Bukhari and they would ask him and he would then correct them and then after twenty odd years after he memorized this and a lot more he studied from other scholars who other days what day it's not gonna run away the teacher he said that the people now would use a beginning to narrate so much from the Prophet salallahu alayhi wasalam it would be a good thing if somebody were to collect only was authentic from the prophets of Allah Imam Al-Bukhari said from that point this found a place in my heart and I began to collect the nourishes which عرني ماذا ؟ عزنجة وقيقي اذا ما عرفتت أهم وقفت فوره أمام سوال سجل أمام عقد أنه لم أقوم بأكذ وذلك السجل أمام أن هذا ولكنًا جديده أمام الأخذت بأكذ كأنه من المكان خارجين لم يكن تماماً سجل أمام السجل أمام ويستطرت الخلقه و لقد ارتدته بالمستمر و لا ممكن لحدهم كل هذا المستمر هذا شيء ممنه يسيح أن يجعله إنه في شيء مفتقه للدفع فهي منحن موجود فهي حدث أول علاج مهي لبدأ بسعود وده للدفع للدفع ومدينة ولمات يذهب انهي أخرى ومن آخر بعدة في البغداد في ذلك اً فلتي بعد الدفع at this point Imam Al Bukhari became very famous to the extent that his repetition preceded him and people when they would hear that Imam Al Bukhari is coming they would come out to meet him and they would learn from him because the scholars of that city would learn from him and they would test him so the ulamah of Baghdad when they found that Imam Al Bukhari was coming to them they decided and it became one norm they decided to test him they استخدمه رأيه ، أنظر حن كذبه ، أنظر حبوت ، أنظرran حدث بحثام كذبه ، إذا ومع ذلك ، ونحن كذبه ، كان من أجمال هناك فعلاً، حتى أشهر الحديثي قمت بحثومة مس Perry يدى الجهد ونعذى صارة حديثت ، ، الع Soviets الأدوة بحثمان! عهدث ، فعلاً حديث عن رسول الله صل وعلاً ، يا صلق الحديث ، 'll the person who wrote the hadith, all the way back up to the companion who narrated the hadith, to the Prophet . All of that chain is called the chain of narration. And what the Prophet actually did, or said, or you know, where he allowed ... that would that text which comes at the end of it, is called the matad. So this is what the hadith is made of. Two parts. سَلَنَتِ الْمَتَدِ So what these people did, because they wanted to test him to see how great his knowledge was, قسمون إما إنه ثلاث ونidades كل جميعًا في حديث وبالتصنص من الولاس س Resource المتعين لت配분 فيه في م accompagnación armed عن чист ألب are ثلاث للترون نت injured الفصل وتحلق اين سنعت ولكنه طلال بفضل قدة والنا Rio Team فوته سبحان الأ Lewان فالضح كث chem ومع وبểm الحديث كان مصرول في الدخول وكذلك فإن عملت موافقا موسيقى وآمام المخلص للمهارة وآمام آمام لازلالات وآمام الثقاء سهلت DOT موظمت و لكن محملت المتوس عملت الان لا دعاوني و我是 لا يمتلك و يمتلك الم jabالة و فكركم لا يمتلك كان من المشاهل يجب أن الدعوة عملت الانف الانفتر came out to see Imam Abu Ghadim. So when the people saw that Imam Abu Ghadim was saying, I don't know this, they thought, no, the man's a liar. He's a fake. But the ulama of Baghdad, when he said, I don't know this, they said, oh, the man's understood. And then he narrated to them all of those hundred hadith correctly. المخالي قلت كذا وكذا وكذا. الخلط. الخلط. حفظ الخلط. حفظ الخلط. الميكس حفظه. وقال أنت قلت في الحديث الأول. كذا وكذا وكذا. بعدين قلت قال رسول الله. وقلت في الحديث الثاني. كذا وكذا. يعني حفظ الخطأ الذي ثم قال له والصحيح أن تقول كذا وكذا بدأ يصحح العشر الحديث صلح أسانيدها بمتونها ثم جاء الطالب الثاني وأنت قلت كذا بالخطأ حفظ الخطأ الذي قيل له ثم أخذ يصحح له العشر الحديث الثاني العشرين حتى انتهى من قوله بالمقلوب في المئة يعني الذي لخبطوه كل اللخبط حفظها وصلحها كل التصليح رجعها كلها إلى سانيدها بمتونها الصحيحة فقالوا نحن الآن علماء الحديث في بغداد مسميك أمير المحدثين So the Shaykh rang to mention he said after Imam al-bukhari had said to them I don't know these 100 hadith then he said to them ok the first person so he called the first person and then he told them, you narrated to be this so he had memorised from just listening to them once أمير المحدثين إذا رجعنا إلى صحيح البخاري صحيح البخاري فيه تقريبا ست آلاف وسبعمائة وثمان وسبعين حديث صحيح البخاري هذا ليس حفظ البخاري هذا صحيح البخاري فقط ولكن قيل أن البخاري يحفظ ست مائة ألف حديث شيء كبير موسوعة وهذا معروف عند علماء الحديث بأن البخاري لم يترك فقط صحيح البخاري إنما عنده كتب أخرى لنطول معكم بهذا الموضوع لكن هذا كان عبقريا من عباقرة الإسلام والحفاة واليوم الأمة تتعرر بهجوم على صحيح البخاري ابتبوا يا أخوة الناس يشككون اليوم في صحيح البخاري يقولوا هكذا البخاري هذا ابتبوا يا أخوة من هؤلاء الزنادق الذين يظهر الإسلام وفي بطنه الكفر والضلال وفي علماء الإسلام وخاصة مثل هذا الرجل حمد إسماعيل بخاري الذي لم يتزوج ولم يتمتع في دنياه لأنه شغله حريط الرسول صلى الله عليه وسلم تالت instagram when the shaykh was going to mention.. he said.. if we go back to the sahih for Imam al-Bukhari it's only six thousand seven hundred eighty seven hadith but that's not everything that Imam al-Bukhari memorized Imam al-Bukhari memorized over six hundred thousand hadith six hundred thousand hadith إذا كنت نظر إلى هذا المنزل، فهذا هو مجموعة حديث وهذا شيء مجموعة جداً وهذا فقط هو صحيح فهذا المنزل، فهذا المنزل، فهذا المنزل، فهذا المنزل، فهذا المنزل فهذا المنزل، يأتي بهم يبحثتونين هم جديده المسرحة الإمام الإبخاري يساعده الهي قبولة في فضلك يساعده للهي الأول أن ينهي بعض الهاتف. ويستمع الأول من الهاتف عن الإمام الإبخاري. حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام أبو قال لي ما كان من هؤلاء الناس الذين يفسرون الأحلام لكنه رأى رؤية فذهبا إلى من يثق فيهم من المعبرين فشرون الأحلام فقال له لقد رأيت رؤية فسرها لي قال ماذا رأيت قال رأيت أنني في طرف مجلس جالس في أول مجلس والمجلس يغص بالناس يعني الناس كثير يمين وإنسار وفي آخر المجلس رجل جالس على كرسي يقول وأنا أسير نحو هذا الرجل قال فلما وصلت إليه فنظرت في وجهه فهو كالقمر فقيل لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرأيت بجانبه مروحة نسمع مهفة هذا التفل فأخذت هذه المروحة وأخذت أحرك الهوى أحرك الهوى تريبا من موجه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا خدمة أليس خدمة خدمة ما يفعلها إلا أن يخدم يقول فتبسم لي وانقطع الحلم حرص تبسم قطع الحلم فقال له المعبر والله لقد رأيت رؤية عظيمة ترأيت شيء عظيم قال ما هو قال أواما أنك تتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بين هؤلاء الناس ناس جالسين وأنت كونسل إلى الرسول على شيء عظيم وما أرى أنك إلا قد شغلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى واقع وأنك ستذب الكذب أنا رسول صلى الله عليه وسلم ناس كذبين سيأتون الكذبون وأنت لن تتركهم بل ستمنح هؤلاء بفعل هذا الفير الذي قرب كل نبسة عسل هذا صحيح البخاري هذا رؤية عظيمة لإمام البخاري وحمه الله فأفوه So the shaykh went on to mention he said that Imam Al-Bukhari before he completed his book he saw a dream and you know when it comes to interpretation of dreams Allah doesn't give anyone this knowledge this is a knowledge which Allah gives only some people so Imam Al-Bukhari when he saw this dream he went to somebody that he trusted to have this dream interpreted for him so he said to him that I saw a dream, I would like you to interpret this dream for me. So he said in this dream I saw that I'm sitting among the people and in the distance I can see there are hundreds and thousands of people sitting and there is a man at the end of the Evangelist who is sitting on a chair and he said I'm going through all these people, until I come to this man. سأج آم Flugت MAC so i am asking to all these people until i arrive at this man and when i look on his face his face is bright like the moon and then he said to me this is the messenger of Allah, the Prophet then he said beside him he's a fan you know those fantas you know the fans the manual fans so he said that i took the fan and i began to و Ne infund over the face of the Prophet gently المترجم للقناة ولكننا أريد أن أختم إن شاء الله وإن كان هذا الدرس الأول من لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا نختم تسمحوني أنا مادة يزوركم الأخرى إن شاء الله إن شاء الله بركة اتبار حدي النبي صلى الله عليه وسلم مطاعته هذه قصة هذه قصة لدي أبو هريرة رضي الله عنه كذلك الناس الآن يشككون في أبو هريرة أبو هريرة هذا الصحابي الجليل وعلى الرحمن الصخر الدوسي يقول أبو هريرة رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة منهم أهل الصفة؟ هذا الذي يأتون من القرى والمدهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأحيان يأتون لنا تقريبا سبعين رجل طعام الذي يأتي لا يكفي لكن يأكلون الله في يوم من الأيام أبو هريرة هذا أبيرهم أصابه الجوع الجوع أتعبه ف انتظر الصلاة على الصلاة من صلاة الحصر ولم يأكل أيامه فأبو هريرة بيّن عليه وجهه أصبر اسمه تعبان ف أبو هريرة ينتهب برأيه الصحابة الذي أنا ممكن يعني يعرض نفسه عليه لكنه ما يبحث ما يشهد ف أبو هريرة يقول فصليت ثم انتظرت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا بأبو بكر الصديق أبو بكر الصديق هذا يقول فسلمت عليه فرآني وعرف ما فيه عرفنا جوعان كذا لكن ما قال إحنا نبو هريرة كذا ما يجد الطعام في بيته يقول فسلم عليه ما شاء يقول فبعده إذا أمر بالخطاب الله يقول فسلمت عليه فعرف ما بيه فما شاء ما عنده طعام ما قد عشاء في البيت أو ما عنده طعام في البيت يقول وأنا أنتظر لبي صلى الله عليه وسلم سول الغار في بعض الصحابة ما سكوه فأتأخر فأبو هريرة ينتظر نبي صلى الله عليه وسلم فجاء نبي صلى الله عليه وسلم وإذا نخرج من المسجد فأتجاوب بكر أبو هريرة يسلم عليه فرسول رأى أبو هريرة وجوع متعب بيت تعباك فرسول ليس كابو بكر واحد 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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه الجوع يا أبو هريرة يعني هذا الذي عمل فيك هكذا هو الجوع أنت وجهك أصفر وتعبان فقلت الجوع يا رسول الله نعم الجوع فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس فقال لي اتبعني يا أبو هريرة بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ملاصف على المسجدين يقول فدخل بيتا من حجرات زوجاته دخل بيت وضع استادا من زوجة فقال ادخل يا أبو هريرة قل فدخل فدخلت فإذا بقدحت من لبن وأهداه أحد الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسررت بذلك فرحت فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي نادي لي أهل الصفة يا أبو هريرة يقول يقول فقلت في نفسي وما هذا القدح لأهل الصفة هذا القدح صغير إناء صغير يقول فقلت وما أصنع هو يحدث نفسي الآن في الصراع داخلي يقول فقلت لابد لي من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أنا جوعان صحيح يقول كاد أموت من الجوع لكن لابد لي من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يكفي هذا أن يكون لي شيء منه يعني يحدث نفسه يقول ويقول قلبي ولكن لابد لي من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا هم بسبعين رجل وهم حالهم من حالي يعني هم عبسانين و يقول فأتوا فجلسوا خارج الحجرة بين كل يقعون عن أن يستكون حجرة يقول فقال لي صلى الله عليه وسلم ائتي بال قدح يا ابو وهرير حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي اشرب يقول فأتيت بال قدح فقال هاتب يا ابو هرير أقول فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فدعي يبي صلى الله عليه وسلم ونفث فيه ثم أعطاني فاستبشرت خيرا أنا خلاص أنا سأبدأ في الشرب الحمد لله يعني يقول فقال لي صلى الله عليه وسلم اسقي القوم يا با هريرة وعند العرب ساقي القوم آخرهم شربا تصور أنت يعني يبا هريرة يسكى الموضوع يعني يعني يقول فقلت فيه ممكن يقول هذا يشرب يقول يا رسول الله عطشان شربت ماذا أني شربهم يقول فنفسي تحديثني باللبن وقلب يقول أعطيح رسول الله يقول فقدمته للأول ونفسي تحديثني يشرح يشرب هذا عطشان هذا كمان صحابي مثل هذا يقول فشرب الأول حتى ارتوى ثم رفع لي القدح فإذا هو كأن لم ينقص منه شيئا الله يقول فأعطيته الثاني فإذا هو يشرب ويرتوي ويرفع لي وأنه لم ينقص منه شيئا حتى أتيت عليهم كلهم السبعين وحسب والقدح لا لحين الماء كأنه لم ينقص شيئا منه شيئا يقول والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه هريرة مسك القدح والرسول ينظر إليه يقول فتبسم لي صلى الله عليه وسلم فقال لي لم يبقى إلا أنا وأنت يا با هريرة فاشرب يا با هريرة والرسول يتعاهدين يشرب يا با هريرة يقول وأيشرب وأيشرب يقول حتى امتلك خلاص ووصل هنا والرسول يتعاهدين يشرب يا با هريرة فقلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكة وها في مكان خلاص يقول فقال هاته الآن أي با هريرة يقول فشرب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبقى في القدح شيئا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول كذلك يا من تتساهل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنت عندما تطبق السنة ايش تصيبك تصيبك البركة الله يبارك لك يمكن يبارك لك في عموك يبارك لك في مالك يبارك لك في أهلك يبارك لك في عملك يبارك لك في أولادك ما تعرف كيف تأتيك ببركة إذا أنت حرصت على ماذا على متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونتمي بهذا القدر ونزالهم الله خير ولا نحدث آخر بإذن الله في زيارات أخرى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لقد سيحدث عن المحرفة في عامل الأخير الشيخ قال لي أن أخير تتحدث عن المسلمين من أن تتحدث عن النبي وكأن يكون ليس ملكا وقال إنه أصحاب بحرير يقول بحرير المتحدث عنه وحب الملعب والدائه و الكلام قال لو كانت كل الناس حدثنا أن العددين بصدقاء كما كان أبوهر كانت الدوسف مرة أخرى كانوا في دوسفه كانوا يعتبرون بصدقاء و يعتبرون بصدقاء يقول بصدقاء أبوهر المسجد كان توسي رضي الله وعلى الله أوهر أنت الناس وما الناس وفارة الوصف من القديمة، وعجب بشكل في الوصف من الرباية gelir كان الوصف وفارة الوصف يمتلك فاد فهم في فيها الله وحتى لا نزوجهمه فهمهم ذلك بعض القرآن والتسورة يقول أنه سيد أبو حرير عبدالعان وكذلك في الكثير من الكامpanين كانوا كثيراً كثيراً كانوا كثيراً كثيراً يقول أنه سيد أبو حرير عبدالعان وكذلك لقد كان لديه لكثيراً فهل قال هذا رائع خلالي تجول أنني أستنعى أنني أستطيع أنني أستطيع أنني أشعار جداً وأنتمون رائعاً فلاقاتًا قد أسراء بعد ذلك أسراء قال أنني قد أظر أن أبدأ الناس في المشاهدة ثم قد أتبعي ر问ك سلامatic شكرا لـ سيد هابو بكرا ولم يدعى ما كانت تعالى ما كانت راضية ولكن ثم الشيخ قال التبقى فمت أكثر مجلس الناس فمتت على الحظة؟ ثم شكرا لأنه سيدنا عمرا ولم يدعى ما كانت مجلس الناس ولم يدعى المهاش لم يكن مجلس الناس ولم يكن المجلس الناس لم يهما قالت أكثر صلى الله عليه وسلم saw me. He knew it. هل ترغتني؟ أَهُبُبَرَى Den إجابة أَبُبَرَى 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 So he said So the Prophet said to me كما الله فراله Follow me So I began to follow the Prophet And the Prophet came to his وجهتي his houses and he went into one of the houses the one of his wives وضعت لنا في الافتحة وقاله وقال وقال في ذهبه وسطاني أرثتين وقالت أيضا وقال أيضا في ذلك من البعض الأعب لما فعلت أجلب عددًا تنامة الفيديو لأجلب صمتة أن أراد أو حريف الشهاري وaneحل الموالد ترسل لنا وقال أيضا في هذه المرضى صلى الله عليه وسلم قال ابو غريرا فقال إلى مقرم فبركت في الأسفل فقدت بأن هذا المعبور بأنه ليس لديك ولكن إذا أخبرتهم إلى مقارنة فلسفوا هل يكون لديك الناس لديك لأنه يكون لديك الناس لديك مقارنة فأنا في أجل الأسفل فهدت بأن هذا الأسفل وبدأ بالتأكيد إذا لم يجب أن يتكون في الأسف وإلى الواحد عرب الغيثه، فأصلك، كأتبوا من المجلسة تحذهب إلى المجلسة فأصلك، كانت أصبحت ليس لديهم مجلسة في المجلسة، فأصلك الشيء مجلسة وكان أصبحت في هذا الممر قلوة، أطلب، وأصبحت في أنتباخل أداءه، ومشاركز أصبحت وبالي أنس 따هما في أحد المقاطع، ولم يدعا turn creدنيي بأفضل آل يوم التوني وكان هناك إذن أن ألم من الممن، أنني أخذ أصبحت طائم إنه رب بلسى خالديل ونخفض وقال لذي قكلها استمعوني أتبع المياسة كانت تلقي لما سنتهى هو جنوبك؟ لو حركة أي شيء لديه و لكنني قال کہ قلت لا أجل لا أجل المياسة الآن لأنه يجب أن يجرب ظهر جيد معه من كانت السفر نقل ذلك علمي ومن ذلك فأنا باستمر صعرا للمشاهدة وفد وقد أتمنى ان اضعوا نبالها ولكن كان الأناس للمشاهدة وقد أرادت منا لهم وانهم اشدوا للمشاهدة وقرب من ذلك الوكسج أقول ثم قلت فعله أحسنتي بيه، بإذن الله لديه تساعدتك الى الأتصال. لديه لا يوجد أكس المساف لك. لا يوجد أكس المساف لك. وبعد ذلك المساف لأدفنا للمساف والدكي. أجل الله من ذلك. هذه ما ترغبه لتشاهدون الرحمنين ومن المسافة الى الأحسنة. So imagine now if you were one of those people who is obedient to the Prophet ﷺ Who's obedient and follows the sunnah of the Prophet ﷺ And calls to the sunnah of the Prophet ﷺ Imagine the blessings that Allah ﷻ put in you and in everything that you do In your health, in your life, in your wealth, in your family, in your children, in your work In whatever you do By simply being obedient to the Prophet ﷺ Because Allah ﷻ has ordered you to be ومع ذلك يساعده الى السنة ، ومع ذلك يساعده الى السنة ومع ذلك الشيخ قمت بها لكنه لا يتحدث أنه يساعده سيكون في المشاركة الكثير من المشاركة ومع ذلك الشيخ ومع ذلك ولكن لذلك الشيخ قمت بها شكرا للمشاهدة المترجم للقناة